في وقت من الوقات ممكن تجادل وفي وقت من الوقات ممكن أن أنت تقول آه ولأ وفي وقت من الوقات لازم أن أنت تكون داعا وجيه الوقت وده التوقيت المناسب اللي لازم كل المصريين يكونوا داعاين للكابتن إهاب جلال لأن الرجل ده هو المدير الفني المنتخبنا الوطني ده نامرة واحد خلاص أمر كلنا معه ده نامرة واحد نامرة اتنين هو مدير فني ناجح كابتن إهاب جلال صحيح ما لقبش للأهل والزمالك صحيح يعني ما كانش ليه تاريخ كبير كلعيب رغم أنه كان لعيب كويس جدا ولعيب مميز جدا لكن كان أو هو مدرب ناجح جدا في كل الأماكن اللي عمل فيها يمكن نادي الزمالك هو النادي الوحيد المحلفوش التوفيق وكانت تجربة صعبة جدا وقصية جدا أنه أي حد يحكم عليها لكن أنا لعيبت قدام إهاب جلال كمدرب وأنا بضرب وبقول لكم أنه هو واحد من أفضل المدربين اللي في مصر ده على المستوى الفني فلم يجي النهاردة نلاقي ناس أنه هم بيحاولوا أنه هم يدوروا على الإخفاقات بس تعرف أن الناس دي عندهم مشاكل نفسية وما حدش يزعل مني النهاردة المحللين بعض من المحللين وبعض من الناس اللي بيحاولوا أنه هم يحبطوا يحبطوا تجربة إهاب جلال من قبل أن تبدأ بتزعلوش مني وأنا ما بقولش على حد كتير في التلفزيون لكن عندهم مشاكل نفسية إزاي النهاردة يبقى راجل لسه بيحط رجله ولسه بيبدأ الشغلانة ولسه ما عملش حتى أي أخطاء وأنا راجل بحاول أحبط التجربة بتاعته من قبل ما يبدأ ده حتى حتى لو عملت كده ربنا ما يكرمنيش أبدا في أي شغلانة تانية أنا بعملها في حياتي أين كانت يا شغلانتي إيه؟ يعني أنا النهاردة لو ظلمت بني آدم لسه بيشتغل حتى لو أنا معرفوش حتى لو أنا مش مقتنع به ظلمته وابتديت أن أنا أدور على الإخفاقات بتاعته اللي هو كان شغال بيها يبقى أنا راجل ظالم سيبك من أنه راجل عندي مشاكل نفسية يبقى راجل ظالم فلازم كلنا ندعم ومش عايزة أقول لكم الناس بتحاول أنها تاخد كلامي وتكبره لكن أنا بقول لكم أن فعلا دعم إيهاب جلال أو دعم الكابتن إيهاب جلال وجهازه هو واجب وطني آه واجب وطني لأن النهاردة أي واحد مصري النهاردة بيحاول أنه هو يحبط الجهاز الفني للمنتخب وبيحاول أنه يفشله من قبل ما يشتغل ومن قبل ما يبدأ يبقى هو كاره للمنتخب مصر ما أنت لو مش دعم للمنتخب مصر من قبل ما الراجل يبدأ آه في وقت من الأوقات الراجل عنده أخطاء واضحة فلازم شغلتك أن أنت تطلع تقول لأ يا كابتن إيهاب أنت راجل مثلا لعبت بكذا كان المفروض تبدأ بكذا وبتقول الكلام ده إمتى بتقول الكلام ده وفي نتائج الدنيا مش مشة كويس وفي وقت وفي وقت أن أنت لازم أن أنت تنور للناس الأخطاء وتقول لهم الأخطاء ولكن قبل ما الراجل يبدأ ناس كتيرة جدا للأسف 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 بتحاول أن هي تحبط التجربة من قبل ما تبدأ فده قمة 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 الظلم